موسيقى بيحصل في مصر دلوقتي مش إصلاح لنظام التعليم هو نظام تعليم جديد نظام التعليم الجديد ده بيطبق فيه الرياض الأطفال من KG1 KG2 بعد كده أولى ابتدائي تانية ابتدائي وفيه كمان زي التعديل أو تقويم للنظام القديم ده بيتم فيه الجزء الخاص بالمرحلة السنوية الخاص بأولى السنوي تانية سنة وتالتة سنوي اللي بيتوزع عليهم التابلتس شركاء بنك المعرفة اللي بيشتغلوا معانا في بنك المعرفة المصري بيوفروا عدد كبير جدا من المصادر العالمية طبعا الموجودة للتعليم الأساسي وفقا للمعايير العالمية واللي بتحقق معايير معينة بتحتاجها وزارة التربية والتعليم بيساهموا أو بيساعدوا مع الوزارة في إعداد الإطار العام للمناهج الجديدة للوزارة بتقدمها للطلبة في طبعا المراحل اللي هي الرياضة الأطفال والمراحل الابتدائية لحد ما يوصلوا في البرنامج الخاص بالوزارة لنهاية التعليم الأساسي وفي نفس الوقت الشركات دي أو دور النشر دي مثلا منهم بريتانيكا إنسيكلوبيديا أو ديسكوري إيديوكيشن أو غيرهم من الشركات بيقوموا بعملية تأليف أوثرينج لليرنينج أوبجيكس موضوعات تعليمية الموضوعات التعليمية دي معمولة بناء على المخرجات التعلم اللي محددها وزارة التربية والتعليم ومتحددة طبعا في إطار معايير دولية عشان نقدر أن نحن نوصل قريب لتصنيف دولي للتعليم الحكومي اللي بتقوم أو بترائب عليه أو بتديره وزارة التربية والتعليم المصرية فهنا الوضع كان مختلف جدا فيه فيه بروتوكول بتوقع مع كل من الناشرين على حدة بحيث أنه بيدلوا الليرنينج أوتووتس دايما أستاذ محمود قال والليرنينج أوتووتس بيبدو هما يطعموه بالكونتينس بالديجيطال ليرنينج أوبجيكس لكل من العلوم سواء كانت فيزيكس كيميستري بايولوجي ماثيماتيكس بالإضافة للسوشال السينسيونسيز حتى الدولة استعانت بنهضة مصر لبناء أكتر من خمسة وتسعين كتاب علمي تاكست بوكس هنا ديجيطال فورمات الميزة الحلوة والجميلة في نظام الإعلامات نظام التعلم الإلكتروني للطلبة في مدارس جمهورية مصر العربية هي حتروح إن شاء الله لاحقاً حتخدم 22 مليون طالب لأكتر من خمسين ألف مدرسة بخصوص نظام إدارة التعلم الموجود على بنك المعرفة المصري الحقيقة هو نظام إدارة التعلم كان من ضمن الرؤية لكن ما ابتداش من بداية بنك المعرفة المصري نظام إدارة التعلم دلوقتي تقريباً بقاله سنتين موجود في جمهورية مصر العربية نظام إدارة التعلم ده الأهداف بتاعته كبيرة جداً منها إن إحنا إن شاء الله قريب لما يتعامن بشكل أفضل والطلبة في الجمهورية يقدروا إن هم يستخدموه بشكل أفضل هنقدر نحنا نعرف مين المحافظات اللي بتشتغل أكتر مين المدارس اللي بتشتغل أكتر مين المدرسين اللي بيقدروا إن هم يشجعوا الطلبة بتوعهم على استخدام المصادر الرقمية الموجودة على نظام إدارة التعلم طب إيه المصادر اللي طلبة ما بيستخدموهاش هل هم محتاجين تدريب هل إحنا محتاجين إحنا نغير المصادر دي بيدي إحصائيات يومية أو مستمرة لمتخز القرار عشان يقدر إن هو يشوف الصورة في العملية التعليمية ما هو نظام لإدارة العملية التعليمية النظام ده بيتعدل وبيتعمل عليه إصلاحات فدي قدت فرصة إنه دايماً يكون اللي موجود للطالب المصري أو للتلميذ المصري مستوى عالي سهل الفهم الحصول عليه سهل ساعد جمهورية مصر العربية أو كدسيشن ميكرز إنهم يلغوا لبرينتت بوكس وده اللي اسم أنا أريب إنه كتاب تانية تنوي وتالتة تنوي مش هكونوا موجودين إن برينتت فورمات تعقيباً بس على موضوع البرينتت بوكس أو الكتب الورقية أنا مش عقب على الكتب الورقية أو الطباعة لكن هعقب إن نظام إدارة التعلم الموجود على بنك المعرفة المصري موجود عليه لكل مرحلة كتاب الوزارة موجود في شكل إلكتروني يقدر الطالب إنه يحصل عليه لو يحتاج إنه يطبع منه حاجة يقدر نه يطبعه وبرضو موجودة المصادر الإضافية اللي اشتغلنا فيها مع عدد من دور النشر العالمية والمحلية واللي هي بتتوائم أو بتتطابق مع المعايير اللي وزارة محددها لمخرجات التعلم أو الستاندرز المصرية أو الخلافة كل نشر مسؤول عن كل الكونتينس وعن تدريبه وعن التكنيكال سابورت اللي موجود واحنا بنكوردنية المواضيع دي إلى مصلحة البنك المعرفة المصري ترجمة نانسي قنقر